اشتركوا في القناة وصول قوات جديدة من المقاومة الوطنية إلى الساحل الغربي استعدادا للمعركة الحاسمة النكت بالعهود والاتفاقيات سلوك دأبت عليه جماعة الحوثي الإرهابية الثالثة والنصب بتوقيت العاصم الصرعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم عبر السفير أحمد علي عبدالله صالح عن اعتزازه وتقديره لكل من هنأه من قيادات وعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وأبناء الشعب اليمني كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأثنى السفير في برقية الرد الجوابية على كل من هنأه بهذه المناسبة الدينية العظيمة معبرا عن صادق التقدير وعظيم الامتنان على طيب المشاعر الأخوية النبيلة التي أظهرتها قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام الحزب الوطني الرائد في الاعتدال والعمل السياسي والقبول بالآخر وكذا قيادات وأعضاء وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وغيرهم من أبناء الشعب اليمني الشرفاء متمنيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على الشعب اليمني العظيم والأمة العربية والإسلامية وقد حل الأمن والسلام في ربع الوطن وانتهت المعاناة التي يعيشها اليمنيون منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية سائلا الله العلي القدير الرحمة والغفران للشهدين الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين الأستاذ عارف عوض الزوكة وكل الشهداء متمنيا الشفاء العاجل للجرحة مؤكدا أن شهر الصوم يعد فرصة لمراجعة النفوس وتنقيتها من الشوائب التي عالقت فيها وانعكست سلبا على الوطن والمواطن على حد سواء ودع السفير أحمد علي عبدالله صالح جميع المهنئين وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم إلى تحويل شهر رمضان المبارك إلى شهر للتكافل الاجتماعي والتراحم فيما بين أبناء الشعب الواحد للتخفيف من المعاناة التي يمر بها المواطنون جراء الأوضاع المأساوية التي يعيشها الوطن يسطر أبطال المقاومة الوطنية والتهامية والوية العمالقة والقوات الحكومية صفحات ناصعة في سفر الوطن الخالد بتطهير الساحل الغربي وكل الجبهات من قتامة وسوء سلوك ميليشيات الضلام الحوثية التي تحاول العبثة بكل مقدرات الوطن تتساقط مواقع الميليشيات الحوثية بشكل متسارع أمام التكتيكات والخطط العسكرية للمقاومة الوطنية والتهامية وألوية العمالقة في محافظة الحديدة الإعلام العسكري أكد وصول قوات جديدة من المقاومة الوطنية إلى جبهة الساحل الغربي تزامنا مع الانتصارات المتتالية والاستعداد للمعركة الأهم وذلك بعد تلقيها تدريبات في إحدى المعسكرات وباتت في كامل جهوزيتها وكانت المقاومة الوطنية اقتحمت أربعة مواقع استراتيجية جنوب مدرية التحيطة بهجوم خاطف يعد التفافا على الميليشيات الحوثية في منطقة المتينة أكدت مصادر عسكرية مصرع القيادي في ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعو أكرم حسن حمود غثاية بجبهة الساحل الغربي المصادر ذكرت أن المدعو غثاية لقي مصرع مع عدد من مرافقيه الجمعة مساء في مدرية التحيطة بجبهة الساحل الغربي خلال المواجهات مع القوات المشتركة المكونة من قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية بالساحل الغربي وأوضحت أن أكرم غثاية هو نجل أحد أبرز مشايخ مران الذي كان من أوائل من بايع الصريع حسين الحوثي وأحد مؤسسي فكر الميليشيات الكهنوتية أضافت المصادر أن غثاية كان مسؤول تحشيد في محافظة صعدة وأيضا يرسل المغرر بهم إلى جبهة الساحل الغربي مشيرة إلى أنه كانت تربطه علاقة وثيقة بزعيم الميليشيات المدعو عبد الملك الحوثي ولفتت المصادر أن مصرع غثاية يمثل انتصارا ساحقا للقوات المشتركة وضربة موجعة للميليشيات خاصة وأن كل صرعها خلال اليومين الماضيين من القيادات البارزة جولة في عدد من المتارس التي تم تطهيرها مؤخرا في جبهة الساحل الغربي من قبل أبطال المقاومة الوطنية والتهامية وألوية العمالقة والذين يصرون على المضي قدما في تطهير كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية يواصل أبطال حراسة الجمهورية والويات العمالقة والمقاومة الاتهامية تقدمهم بخطأ عسكرية وحكمة يمانية في هذا الشهر الفضيل حيث سيطر الأبطال على رابع موقع مهم كانت تتمركز فيه ميليشيات الموت والدمار مشاهدين الكرام نحن الآن في إحدى القرى التي تم تحريرها من قبل حراسة الجمهورية والمقاومة الاتهامية وأخوانهم المقاومة الجنوبية هذه إحدى القرى التي نزع الجيش عدد من الألغام التي كانت تزرعها تلك الميليشيات الإجرامية التي تزرع الموت في كل جزء من هذه القرى تارسة تابعة للميليشيات التي فرت وبعدها هذه الميليشيات والخنادق في الأرض هذا أحد الخنادق التابعة للميليشيات عندما كانت تحاول توقل في القرى وكانت تتمترس أمام المدنيين وسكان المدنيين وهذا المترس الآخر الذي تحاول بيليشيات الدمار الحوثية توقل في أوساط المواطنين أوساط المواطنين وكما تشاهدون الآن مشاهدين الكرام ننتقل إلى هذا الموقع الثالث وهو على شكل خندق في الأرض مخندقين في الأرض هذه الميليشيات توقلت في أوساط المواطنين هذه القرية الأخرى التي تم تحريرها من قبل حراس الجمهورية وأخوانهم البقاوة الذهابية والجنوبية هكذا يتم تأمير المناطق التي يتم دحر ميليشيات الحوثي منها ميليشيات الدمار والقتل هذا أحد المواقع التابعة للميليشيات عندما فروا وتاركين هذه المياه بعدهم وبعض هدواتهم التابعة للميليشيات يعتبر هذا التقدم بهذه المواقع بين عزل السقف والمتين تقدم مهم من حيث قطع إمدادات الميليشيات الحوثية ببعض المناطق المحيطة بمفرق زبيد جدينا بالذكر أن الميليشيات خسرت خسائر كبيرة سواء في الأرواح أو العتاد فضلا عن المواقع الاستراتيجية التي سيطر عليها الأبطال دون توقف في وقت متسارع رغم زرعها لآلاف الألغام لتوقيف زحف الأبطال ولكن لم تتوقف عجلة التقدم رغم آلاف الألغام ودحر في لون الظلام ميليشيات الدمار الحوثية نحن أبناء القوات المسلحة نعلن ونؤكد للشعب اليمني ونبشرهم بأننا قادمون سنطهر مناطق الجمهورية اليمنية وندعو كافة منتسبية القوات المسلحة للالتحاق بنا في صفوف الجيش الوطني والمقاومة الوطنية ونحن ونؤمن الوطن ونؤمن كافة المواطنين ونحن حريصين كل الحرص على تأمين المواطنين وهناك توقيهات من القاعد البطل أن نمشي صفا واحدا نحن وكافة المقاومين لتحرير أراضي الجمهورية اليمنية بالروح بالدم نفديك أيمن بالروح بالدم نفديك أيمن تحية الجمهورية اليمنية تحية الجمهورية اليمنية تحية الجمهورية اليمنية فيما أكد الأبطال إصرارهم على التقدم ودحر هذه الميليشيات داعيين من لا يزال في صفوف الميليشيات العودة إلى الصواب والانتفاضة ضد هذه العصابة عصابة القتل والدمار عصابة التدمير منذ عربها اليمنيون وهي تدمر وتقتل في صفوف أبناء الوطن تم تطهير مديرية التحيطة بعد ميناع الحيمب 30 كيلو انتصارات عظيمة من أول أمس والله بعدهم بعدهم لا آخر رمق لا ما نوصل كهف مران بالروح بالدم نفديك يا إيمان لقد بدأنا بتطهير مساحة شاسعة على بعض كيلو هات 30 كيلو و40 كيلو مساحة شاسعة ومسمرين دحن في هذا الشهر الكريم نعاهد الله ونعاهدكم بأننا سوف نكون جنودا حراس لهذا الوطن الغالي العزيز على قلوبنا وسوف نحقق بإذن الله بهذا خلال شهر رمضان الكريم كل الانتصارات إن شاء الله نطاردهم لعقر ديورهم ولا يبقوا قاثمين على أبناء الشعب اليمني الذي قطعوا أرزاقهم وقطعوا كل وسيلة العيش ونشكر قيادتنا السياسية والقيادة الحكيمة الذي وفرت لنا كل الدعم لدهر هذه المليشيات ونحن مستعدون وبالروح بالدم نفديك يا يمن بالروح بالدم نفديك يا يمن هكذا هم الأبطال لليوم الثاني من الشهر الفضيل وهم يؤكدون تطهيرهم للمناطق في أكملها جزء جزء حتى وصولا إلى مناطق مران وإلقاء القبض على عصابة الإجراء هنا من مديرية التحيط للمركز الإعلامي وقناة اليمن اليوم عبدالوهاب بن مران محافظة الحديدة لقيا سبعة من مليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم فيما جرح آخرنا أثناء عمليات تمشيط القوات الحكومية الجيوب والخنادق والتحصينات التابعة لها في محيط وادي الفرع في مديرية كتاف شمال محافظة صعدة مصدر العسكريون أكد أن القوات الحكومية تتواصل عملياتها لتأمين عدد من المواقع في محيط مركز مديرية كتاف حيث تقوم بملاحقة فلول مليشيات الحوثي في محيط وادي الفرع والمرتفعات المطلة بمبنى المجمع الحكومي وقرية الخبيرة ودرى ووادي الفرع بعد أن طهرتها خلال اليومين الماضيين ولفت المصدر إلى أن عناصر الحوثي يعانون من انهيارات كبيرة أمام بسالة القوات الحكومية إلى ذلك سيطرات القوات الحكومية على مناطق استراتيجية بمحور حرب محافظة حجة وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية تتمكنت من قطع الطريق الرابط بين حرب ومنطقة المزرق بالمحافظة لافتة إلى أن ذلك جاء بعد معالك شرسة ضد مليشيات الحوثي في المنطقة ولفت أن المعركة نتج عنها مصرع وإصابة العشرات من مقاتلي الحوثي إضافة إلى تدمير آلياتهم العسكرية دابت جماعة الحوثي على النكت بالوعود والإخلال بالعهود وعدم الالتزام بالاتفاقيات المواقعة معها منذ نشأتها مرورا بالحروب التي خاضتها الدولة معها بهدف إعادتها لجادة الصواب وهي لم تلتزم بأي تهدئة أو اتفاقيات معها منذ الحرب الأولى وعلى مدى سنوات طوال الأهداف والمطالب محددة وواضحة إسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة الفاشلة وتنفيذ مخرجات الخوار الوطن التي بقيت حبيسة الأدراج كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم تلك خصلة من خصال الحوثي وزبانيته خصلة متجدرة مستعصية في هذه الفئة الباغية التي لا تؤمن إلا بنفسها ولا تريد إلا أن تستعبد الناس على نية وجهارا رغم أن أمهاتهم قد ولدنهم أحرارا لم يلتزموا بأي اتفاق سياسي تم توقيعه معهم منذ الحروب الست مرورا باشتياحهم صنعاء عام 2014 كاتفاق السلم والشراكة أو بعد ذلك عندما تم التوقيع على تشكيل المجلس السياسي الأعلى في الثامن والعشرين من يوليو 2016 ليس الهدف لا احتلال صنعاء ولا الهدف ابتلاع صنعاء الهدف هو الضغط لإسقاط الجرعة الضغط أيضا لإسقاط الحكومة وتغييرها بحكومة كفاءات وطنية تمثل كل القوى تجسد الشراكة الحقيقية يعلنون مطالبهم كما فعلوا عندما اشتاحوا صنعاء في اليوم المشؤوم الحادي والعشرين من سفتمبر 2014 لكنهم ومن تحت الطاولة يقدمون مطالب تعجيزية لها بداية وليس لها نهاية ومن ذلك طلبهم حينها من رئيس الجمهورية التوقيع على 150 قرارا جمهوريا في يوم واحد بتعيينات في جميع مؤسسات الدولة رغم إعلانهم أنهم يزهدون في السلطة ولا يطمحون إليها مواقف عديدة ومتعددة واتفاقيات لا حصر لها تم التوقيع عليها مكتوبة لكنها ظلت حبرا على ورق ورفض الحوثيون المعروفون بتمردهم على النظام والقانون تنفيذها على أرض الواقع بل وصلت الجرأة بهم إلى اتخاذ قرارات فردية من جانب واحد وعلى سبيل المثال للحصر تم الاتفاق معهم على أن يكون تعين رؤساء الأمن القومي والقوات الخاصة من نصيبهم والأمن السياسي والحرس الجمهوري من نصيب المؤتمر الشعبي العام لكنهم وكما هي عادتهم ظلوا يماطلون ويراوغون على مدى أكثر من عام ونصف ما يكشف زيفة دعاءتهم وعلى الرغم من أن اتفاق تشكيل المجلس السياسي الأعلى ينص على أن لا يصدر أي قرار إلا بالتوافق فقد أصدرت هذه العصابة مئات القرارات والتعيينات في جميع مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية وعلى أساس طائفي ومناطقي وسلالي بغيظ بعيدا عن الكفاءات والقدرات والموهلات الأمر الذي يقضي على النسيج الاجتماعي للبلد ويكرس كل ما يدعو للفرقة والشتات صبر المؤتمر والمؤتمريون وزعيمهم وقياداتهم ثلاث سنوات علّ وعسى تعود هذه العصابة إلى رشدها وتتعلم كيف تشارك في إدارة الدولة وبنائها لكن من تربى على الطاعة العمياء وثقافة الكهوف والدهاليز والبدرومات القائمة على الأحقاد والضغائن والأكاذيب والفجور في الخصومة وتشبع بثقافة الموت لا يمكن أن يبني دولة أو أن يحترم حياة الآخرين أو يرعى عهداً أو ميثاقاً كل العهود تصان حرمتها إلا عهود الغادر الحوثي في الصبح تكتبه توقعه وإذا به ليلاً بمن كوثي فيصل الشبيبي اليمن اليوم مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل عسيلان تدمير للمساكن وتهجير للسكان وألغام زرعه الحوثيون في كل مكان اشتركوا في القناة رفعنا ريالين في الديزل حتى مسأسلا في الابترول ولا غالب ولا الديزل ولا أي شيء قل لك؟ كل شيء غالي غالي إذا رفعنا ريالين في البترول المشتقات النفطية يعني بأسعار خيالية وما يستطيش أحد يعني حتى درع تكاليف يعني في تعب في يعجع يعني ثلاثة أيام واليوم الرابع عشان دبسين ثلاثة دبس بترول أصبحت مديرية عسيلان تعرف بالمنطقة المدمرة المباني والمزارع المهجر معظم أهليها والممتلئة بالألغام والكمائن والتي تفننت مليشيات الحوثي في زراعتها ضمن حربها العبثية في دمار وخرى باليمن توقفت أصوات المدافع وهدير القذائف وأزيز الرصاص بعد معارك ضارية شهدت مديرية عسيلان على مدى عامين انتهت بهزيمة مليشيات الحوثي الإجرامية ولكن ما خلفت من آثار تعد كارثة بحق المواطنين منطقة بلغة وصد مديرية عسيلان بمحافظة شبوة تعرض سكانها للتهجير القسري فأصبحت خاوية على عروشها بعدما تحولت إلى أنقاض وأطلال بفعل المعارك التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية وتسببت في صنع حياة بائسة لأهليها الذين فقدوا كل ما يملكون وتركتهم يواجهون مصيرهم المجهول نحن منكوبين وهذه بيوتنا أمامكم نطالب المنظمات والدعمين في عادة اعمار هذه المناطق لذلك نحن لا نستلم أي دعم ولا إغاثات ولا أي شيء فعلى امتداد هذه المساحة تركت مليشيات الحوثي الإرهابية إرثا إجراميا تمثل بزرع الألغام والعبوات الناسفة وجعلت منها كمائن موت تخطف أرواح البشر وتتسبب في سقوض ضحايا مدنيين وهو ما حال أيضا دون تمكن عودة المزارعين لممارسة أنشطتهم الزراعية التي يقتاتون من عائداتها وتعد مصدرا لتوفير لقمة عيش لهم هذه منطقة آل دبوة على ما تشوفون من دمار ومن تشرد ونطلب من الجهات المعنية النظر فيما يشوفون لاجتنا إغاثات لاجتنا ناس يقولون عليكم من ما أنتم تشوفون في هذا الدمار ونحن الآن مشردين والله نحن مشردين في كل مكان الآن نطالب من على ما تشوفون المليشية الحوثية كيف صلحت بالديار ونحن ننتظر إلى الآن ما شفنا أي منظمة ولا شفنا أي جهة مسؤولة المشاهد تظهر حجم الدمار والخراب الذي لحق بمساكن وممتلكات المدنيين في هذه المنطقة ووراء ذلك حكايات تروي قصصا عن معاناة إنسانية مؤلمة ضحاياها الأطفال والنساء والعجزة الذين قذفتهم الأقدار نحو واقع مرير وظروف لا طاقة لهم على حملها ولم يجدوا من يساعدهم على تجاوز ظروف الحياة التي تتنوع ما بين النزوح والتشرد مع تجاهل المعنيين وغياب أبصد المساعدات الإغاثية علها تخفف عنهم أعباء العيش والظروف المعيشية الصعبة تجاوزت السواحل اليمنية تأثير إعصار سقار الذي ضرب سواحل بحر العرب وخليج عدن وتحول الإعصار المداري الذي وصل سواحل عدن إلى رياح شديدة مصعوبة بأمطار غزيرة وارتفاع الأمواج على الساحل مصدر المحلي بمدينة عدن أكد لوكالة الثاني من ديسمبر عدم تسجيل أي أضرار جسيمة من تأثير مرور الإعصار باستثناء أضرار جانبية نتيجة هبوب الرياح وفي مدينة المكلة باشرت السلطات المحلية في المدينة فتح الطرقات الرئيسة أمام مرور المركبات وتنظيف الشوارع من المخلفات التي جرفتها السيول جرال أبطال الغزيرة التي شهدتها المدينة وفي جزيرة سقطرة أفاد مصدر محلي بعدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية في الجزيرة حيال ذلك ألغت هيئة طيران اليمنية رحلاتها الجوية بسبب تدهور الأحوال الجوية في عدن وهطول الأمطار المصحوبة بالرياح الشديدة التي يتوقع أن تستمر خلال الساعات المقبلة إلى ذلك تعرضت عدد من المنازل في مدينة عدن لأضرار كبيرة جرال إعصار المداري الذي ضرب المنطقة وأشار سكان محليون إلى أن إعصار ساقار ترك آثارا على عدد من المنازل والأحياة السكنية في مدينة المعلّة محارضة عدن حيث انهارت عدد من المنازل القديمة فيما احترق منزل في مدينة خور مكسر نتيجة ماس كهربائي أمس كانت رياح يعني رياح بسيطة وصغطوا الدر الثالث هذا كامل المطمخ كامل صغطوا الدر الثالث ممكن لو استمرت الرياح ممكن تسقط العمارة كامل والعمارة حالة صغطوا من زمان يعني مش من الآن وما هدي يعني ما فيش حل للآن ما فيش حل ما شفنا أي حل وإن شاء الله بإذن الله نتمنى من الحكومة أنهم يعملون لنا حل هذا هو تسبب عصار ساقار الذي ضرب المناطق الساحرية الشرقية والجنوبية من اليمن بأضرار مادية في حين جدد المركز الوطني للأرصاد تحذيره للمواطنين لأخذ الحيطة والحذر من تدفق سيول في الشعاب والوديان ومن الانزلاقات الطينية ضربت العاصفة الإعصارية ساجار الأجزاء الساحلية الشرقية والجنوبية من الوطن مخلفة للكثير من الأضرار المادية مدينة المكلة تضررت جراء عصار ساجار الذي تسبب في إغلاق وتعطيل الكثير من شوارع المدينة الساحلية جراءه طول الأمطار الغزيرة والرياح العاتية منذ ظهر الخميس وتواصلت حتى ساعات متأخرة من الليل ورغم عدم تعرض سواحل المحافظات الشرقية من البلاد للتأثيرات المباشرة من المنخفض المداري يحذر خبراء الأرصاد من استمرار تأثيراته غير المباشرة المتماثلة في استمرار هطول الأمطار الغزيرة وهيجان أمواج البحر خلال اليومين المقبلين وأثرت العاصفة ساجار على الأجزاء الساحلية في مدينة شبوة وصولا إلى خليج عدن حيث تضررت من المنخفض ما أدى إلى انهيار أجزاء أحد المباني القديمة في مديرية المعلى بمدينة عدن وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيراته للمواطنين في المناطق التي قد تصلها تأثيرات العاصفة الإعصارية ساجار كما أكد المركز في نشرة طارئة أن هذه التأثيرات ستضرب محافظات شبوة وأبيان وعدن ولحج وأجزاء من محافظة حضر موت وتعز وإب والضالع ودع المواطنين في الاثنتين عشرة محافظة التي ستصلها تأثيرات العاصفة ساجار إلى أخذ الحيطة والحذر من تدفق سيول في الشعاب والوديان ومن الانزلاقات الطينية داعيا إلى عدم الإبحار في المناطق المتأثرة بالإعصار إعصار ساجار يعيد إلى الأذهان المنخفض الجوي الذي ضرب محافظتي حضر موت والمهرى عام 2008 هذا وكان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد اطلع خلال زيارته صباح اليوم لمحافظة المهرى على سير أعمال الإنقاذ والإغاثة والإيواء بالمحافظة ولم يتمالك حينها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح نفسه وتوجه شخصيا للإشراف على العمليات الإغاثية وتقديم المساعدة للمنكوبين في مسعى لنهب المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية بدأت ميليشيات الموت في الاتفاف على المساعدات المقدمة من المنظمات والجهات الإغاثية الدولية ضمن خطة الاستجابة التي تنفذها وتشرف عليها الأمم المتحدة شل يمن وضع من ثانيا نبلغ الصعوبة منذ أكثر من أربعة عوام إثر سيطرة الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة وتحكمها بثروات وموارد البلاد لصالح ما يسمى بمجهودها الحربية مرتكبة في سبيل ذلك أبشع الانتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب اليمني نهب الميليشي المتجردة من القيم الإخلاقية والإنسانية طالت كل شيء من مواد إغاثية وإنسانية ترسلها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية متسببة في مضاعفة معاناة المواطنين بهدف زيادة الإرادات التي تذهب لجيوب مشرفيها وقيادة ما يسمى اللجانة الشعبية التابعة لها آخر ما تم الكشف عنه أن ميليشيات الحوثي تعمل على تنفيذ خطة للالتفاف على المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المنظمات والجهات الإغاثية الدولية بما فيها المساعدات المقدمة من الدول المانحة ضمن خطة الاستجابة التي تنفذها وتشرف عليها الأمم المتحدة ميليشيات الحوثي أقرت سيناريو خطتها الالتفافية على المساعدات الإنسانية والإغاثية واستنزافها عبر تقديمها تحت غطاء منظمات وجمعيات محلية محسوبة عليها وموالية لها وتمثل ذراع الميليشي الناعم وتشمل الخطة آلية حوثية خاصة تسعى لفرضها على المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية والأممية تحت ذريع الضمان وصول المساعدات للمحتاجنا والمتضرين وهي بذلك تشرع فرض وصاية حوثية على الأعمال الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المنظمات الأممية فضلا عن محاولة الشرعنة العملية نهب ومصادرة المواد الإغاثية تشمل رفع قوائم بأسماء عناصرها بما فيهم مقاتلها في جبهة القتال وعناصرها الموزعين على جميع النقاط والمؤسسات ومن ثم فرضت تلك القوائم على المنظمات الأممية والدولية أزمة الغاز المنزلي مشكلة لا تزال تأرق سكان العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وماليزيا تقرر إلغاء الضرائب على السلع والخدمات وغيرها من الأخبار في الملف الاقتصادي إن بدأ جولتنا الاقتصادية محليا فمع حلول شهر رمضان المبارك ما تزال أزمة الغاز المنزلي مشكلة تنغس حياة المواطنين في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية التي تتاجر بهذه المادة في السوق السوداء لجني المليارات لصالح قياداتها ومشرفيها حيث وصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى قرابة عشرة آلاف ريال في ظل عجز الكثير عن الحصول عليها نتيجة الظروف الصعبة والفقر والعدام مصادر الدخل دعت مملكة البحرين الشركات الروسية للمشاركة في عمليات استكشاف واستخراج النفط خاصة بعد اكتشافات بترولية وغازية جديدة ضخمة تمت قبل أشهر وكانت البحرين قد أعلنت في أبريل الماضي اكتشاف حقل نفطي جديد باحتياضي يتجاوز 80 مليار برميل وكميات الغاز تقدر بين عشرة إلى 20 ترليون قدم مكعب قررت ماليزيا إلغاء ضرائب على السلع والخدمات ابتداء من يوني المقبل حيث كان رئيس الوزراء مهاتير محمد تعهد بذلك في فترة الحملة الانتخابية وذكرت وزارة المالية الماليزي أن ستلغي الضريبة على السلع والخدمات التي تبلغ 6% مطلع الشهر المقبل وفي 2017 جانت ماليزيا 11 مليار دولار إرادات من ضرائب السلع والخدمات أو ما يعادل 18% وثلاثة من عشر من ضرائب الداخل لتصبح أكبر مساهم بعض ضرائب الشركات أكد زعماء الاتحاد الأوروبي استعدادهم لتفاوض على فتح أسواق على نحو أوسع أمام الواردات من الولايات المتحدة بما في ذلك السيارات في مسعى لتفادي حرب تجارية محتملة مع واشنطن واتفق الزعماء الأوروبيون على منح مصنعي الصلب والألمانيوم في الاتحاد إعفاء دائما من الرسوم الجمركية وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمانيوم بحجة اعتبارات الأمن القومي وأخيرا تدرس اليابان فرض رسوم على صادرات أمريكية قيمتها نحو 5 ملايين دولار ردا على رسوم على واردات الصلب والألمانيوم فرضها الرئيس الأمريكي ترامب وتعتبر اليابان الحليف الوحيد الكبير لواشنطن الذي لم يحصل على إعفاء من قرار الرسوم الذي أصدره ترامب مما أحدث صدمة للكثير من صانعي السياسات بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين رئيسي الوزراء الياباني شينزو أبي والرئيس الأمريكي السفير أحمد علي يدعو اليمنيين للتكافل والتراحم تخفيفا لمعاناتهم جراء الأوضاع التي يعيشها الوطن وصول قوات جديدة من المقاومة الوطنية إلى الساحل الغربي استعدادا للمعركة الحاسمة النكتب العهود والاتفاقيات سلوك دابت عليه جماعة الحوثي الإرهابية لقاءنا في الخامسة والنصب على خير في أمان الله اشتركوا في القناة